اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهمية دور المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وعزم المملكة على مواصلة تنفيذ خططها الرامية الى زيادة وتيرة التنوع الاقتصادي بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وعدد من المسؤولين في قصر الكضيبية اليوم السيد اقبال خان المنسق العام للتخطيط عضو المجلس التنفيذي في بنك يو بي اس السويسري حيث اشار سموه الى اسهمات القطاع المالي والمصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي مؤكدا حرص المملكة على استمرار تنفيذ خططها بما يحقق الاهداف التنموية المنشودة للمملكة ويخلق مزيدا من الفرص النوعية امام المواطنين من جانبه اعرب السيد اقبال خان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص واهتمام بتعزيز القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وتمنيا للمملكة دوام التقدمي والازدهار ترجمة نانسي قنقر